بالوقت الذي رجحت الأنباء سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية في ولاية السنار السودانية عقب معارك ضارية مع الجيش السوداني أثار القتال العنيف الذي شهدته المنطقة تساؤلات حول أهميتها والمكاسب من السيطرة عليها فالمنطقة الوقعة في الجزء الغربي لولاية السنار بمساحة تزيد عن 12 كم مربعا تبعد عن العاصمة الخرطوم قرابة 300 كم تتمتع بموقع استراتيجي كنقطة التقاء بين ولايات رئيسية في وسط وغرب السودان تعد الحسن الأساسي الغربي لولاية السنار ووسط السودان كما تعد البوابة الشرقية لولاية النيل الأبيض وأقليم دارفور وسقوطها بيد الدعم السريع يعني بحسب محللين أن الطريق إلى شرق السودان وصولا إلى بورت سودان الميناء الرئيسي للبلاد أصبح مفتوحا وسيجعل دفاعات الدعم السريع الأمامية في مواجهة القوات المسلحة السودانية ستنقل تلقائيا أو ستنقل إلى جبل موية يرى المحللون أن سقوط جبل موية سيؤدي إلى سقوط ولايتي شمال كوردفان ونيل الأبيض في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر